أربع سنوات مضت على إقرار مجلس النواب العراقي سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية في العراق قرار أكدت معطيات هذه السنوات أنه حبرا على ورق فقط فهي سامراء بمرافقها الأثرية وحضارتها التاريخية تفتقر من ناحية الخدمات والبنى التحتية إلى أبسط مقاومات قضاء أو ناحية لاعاصمة للحضارة الإسلامية مشروع سامراء عاصمة العراق الحضارة الإسلامية أقر عام 2018 في شهر الثالث هذا المشروع حقيقي حيوي جدا ويغير معالم المدينة لو قدر له أن ينفذ على أرض الواقع مدينة سامراء بحاجة إلى الكثير وهذا القانون هو المنقذ الوحيد لمدينة سامراء من البنى التحتية وكذلك في تطويرها للمستقبل في الوقت الحاضر التخصيصات هي غير كافية لكن تخصيصات سنوية بالاعتماد على ما سيتم تخصيصها من الحكومة الاتحادية وما سيأتي إلى الصندوق من الهبات ومن المشاركات الدولية أيضا من الدول الشقيقة والصديقة وحسب ما صرح به مراقبونه على الرغم من تخصيص وصرف المبالغ الخاصة بتطوير المدينة إلا أن حقيقة ما تعيشه سامراء من واقع خدمي يعكس صورة الفساد في تنفيذ مشاريعها من جهة والإحمال من جهة أخرى إحمال واضح بديل أن اليوم الشوارع أنت تمشي بالشوارع ما تلقى لك شارع بهذه المدينة اللي هي مدينة على مر الزمن والتاريخ هي مدينة ثقافية ومدينة مدنية ماكو شارع مرتب ولا أكو مكان ترفيه للمواطن ولا أكو مكان يعني يستحق أبن هذه المدينة أن يكون به للأسف شديد بجميع مفاصل الحياة سامراء تعاني وهل ستبقى تعاني سامراء؟ بعد إقرار هذا القانون من مجلس النواب السابق وتصديق عليه من راسة الجمهورية خصت له أموال لكن الحقيقة من تجي لحده لا تنفذ أي شيء من عنده مع العلم الأموال لا تعرف أين راحت أين صرفت القانون يعني يتراوح مكانة يعني المفروض للسنوات على أقل فتبادرة شيء بسيط يعني يتنفذ من عنده أو يبين أمام الناس حتى نقول والله القانون يعني أخذ مجرى ويبقى شروع الفعلي بتطبيق قرار أن سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية في العراق مطلب عام لأبناء سامراء لما له من مردود على الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيها منذ عام 2018 وسامراء على أوراق قرارات مجلس النواب عاصمة للحضارة الإسلامية في العراق ولكنها وعلى الرغم من فعلية هذا القرار ما زالت تبحث عن من يطبقه على أرض الواقع من صلاح الدين فراس الحسني التغيير